اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الامسية الرمضانية التي سنستضيف فيها فضيلة الامين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري عبر الاقمار الاصطناعية من العاصمة الاردنية عمان مرحبا بك معنا فضيلة الامين العام في هذه الامسية الرمضانية اهلا ومرحبا حياكم الله سنتضرق مشاهدين الكرام في هذه الامسية الرمضانية الى اخر التطورات في العراق والصراع الامريكي الايراني واحتمالات وصوله الى التصادم العسكري وموقع العراق في دائرة هذا الصراع ورؤية هيئة علماء المسلمين للوضع في العراق وللمنطقة طبعا عموما وجملة قضايا ساخنة اخرى دكتور اذا لو بدأنا بالملف العراقي وما يشهده من تطورات دراماتيكية سريعة طبعا نحو مزيد من التردي الوضع يسير في العراق هل ثمت شيء مختلف ترونه تؤشرون يشي بشيء من الامل او الخروج من هذا النفق الذي صناعه الاحتلال للعراق منذ عام 2003 الى اليوم هل ثمت مقدمات هل ثمت ارهاصات لتعديل هذه الاوضاع الشاذة والمعوجة الشاملة طبعا في العراق بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخي العزيز ماجد السؤال هذا كان يطرح في سنوات سابقة وكان الجواب دائما للأسف بأنه لا يوجد أمل في ظل الواقع الموجود في العراق الذي هو نتيجة مقدمة الاحتلال وكل النتائج كانت تشي بأن هذا الواقع سيستمر لأنه أولا غير قابل الإصلاح وثانيا ظروف غير مواتية لأي عملية إصلاح له داخلية أو خارجية فضلا عن أن الظروف الدولية والإقليمية ما كانت تعمل في هذا الاتجاه أما يطرح هذا السؤال في وقتنا الراهن الآن بعد كل التطورات والمتغيرات المؤسفة التي حدثت في المنطقة فأعتقد أن الجواب هذه المرة سيكون أيضا بنفس العبارة للأسف ولكن مع زيادة في المرارة والألم فالواقع لا يشي بذلك فبعد أن كان الأمل بإصلاح أو تغيير الواقع العراقي بدأنا الآن نتحدث عن محاولة الإبقاء على الأوضاع الحالية الآن في المنطقة عموما والحيلولة دون انهيارها ووصولها إلى مدايات لا سامح الله خطيرة جدا ظروف المنطقة الآن تؤشر أنه ليس العراق فقط غير مقدم أو غير قادم على حل ما أو تخفيف ما أو إصلاح ما وإنما المنطقة جميعا نعم لكن هناك دكتور إصرار كبير قليمي ودولي وحتى الآن العربي يعني العربي الرسمي مع هذا الانفتاح الكبير على العراق على خيار العملية السياسية التي هي جذر يعني هذه المشاكل الكبيرة في العراق إصرار على هذه العملية على استمراريتها على بقائها على تقديم مزيد من الدعم المتعدد سياسيا وعسكريا واقتصاديا وكأنه الطريق سد أمام الناس في العراق إما هذه العملية السياسية أو أن تذهبوا إلى مزيد من الفوضى والمجهون نعم علينا في هذا الموضوع أن ننظر إليه من عدة جوانب ولا نكتفي بالنظرة الوحادية التي كانت تسم المحاولات والتصرفات والإرادات العربية والإقليمية والدولية سابقا كان الملف العراقي وحيدا ثم ارتبطت به ملفات أخرى في المنطقة كالملف السوري والملف اليمني ومع ذلك كان يمكن الحديث عن خيارات لحل حلة الأمور في العراق أو في سوريا أو في اليمن القصة الآن اختلفت أصبحت الأمور مختلفة جدا بعد الأزمة الخليجية تحديدا ثم الآن التهديدات بوقوع الحرب في المنطقة فإذن علينا أن ننظر الموضوع من زاويتين الزاوية الأولى هو المعلن والزاوية الثانية هي غير المعلن فهناك ثنائيات كثيرة للأسف في عالمنا الحالي وفي واقعنا السياسي وفي الخطاب السياسي وفي التحرك السياسي المعلن أن هناك محاولات محمومة لدعم خيار العملية السياسية في العراق بحسبانه الخيار الوحيد الذي لا يمكن اللجوء إلى خيار آخر ومن هنا يأتي الدعم العربي للواقع الموجود في العراق للتيارات المعتدلة بين قوسين كما يقولون من أجل سحب البساط من إيران أو تخفيف الهيمنة الإيرانية في العراق وما إلى ذلك هذا المعلن واقع الحال يقول بأن هناك هيمنة إيرانية وتعاون أمريكي مع هذه الهيمنة وعملية سياسية مدعومة من هذين الطرفين الدولي والأقليمي لا يمكن بأي حال من الأحوال لطرف إقليمي فضلا عن أن يكون عربيا أن يؤثر عليها بناء على رؤية للأسف دائما تكون رؤية غير شاملة رؤية غير كاملة رؤية قاصرة هذا من حيث الطرح العام من حيث الواقع جربت هذه الرؤية مرات عديدة منذ عام 2019 فيما سمي باللجنة السوداسية العربية وانتهاءا بالانتخابات الأخيرة في العام الماضي إلى ماذا وصلنا؟ وصلنا إلى فشل ذريع بحيث لم يستطع الخيار العربي أن يثبت له موطئ قدم حقيقي وإن كنا نعتقد أنا شخصيا ونحن في الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال بأنه لا يمكن إحداث أي تغيير حقيقي في إطار العملية السياسية ومع ذلك لم يتمكنوا من إيجاد موطئ قدم بل للأسف تحولت الأدوات السياسية سواء كانت عربية سنية كما يقولون أو غير سنية المتعاونة مع هذا الخيار العربي تحولت إلى أدوات للصراع بين تيارين في العراق التيار الإيراني والتيار الأمريكي وهكذا دخلنا في صراع جانبي بعيدا عن الموضوع الرئيس فإذا للأسف لا خيار عربي لا إرادة عربية حقيقية مع حسن الضم بالنيات ولكن القدرات للأسف معدومة لا توجد معرفة حقيقية بخفايا الملف العراقي وقبل ذلك لا توجد معلومات حقيقية عن ظواهر الملف العراقي ثم لا توجد إرادة حقيقية لمواصلة العمل والنقطة الأخيرة وهي قاتلة هذا المشروع أن العمل كان انفراديا بمعنى أنه تنفرد هذه الجهة وتلك الجهة بملف ما دون التشاور مع الجهات الأخرى وأخيرا لا يتم الاعتماد على آلية أو سياسة جمع كل المعتدلين كل الذين يريدون حل للعراق كل الذين يمكن التعاون معهم من أجل خروج برأي واحد وجبهة واحدة أو كتلة واحدة أو تيار واحد وإنما تم التواصل مع أطراف ونبذ أطراف أخرى وهذا خلق حالة صراع داخلية حتى بين الأطراف السياسية والعملية السياسية نعم ربما نتحدث أكثر أيضا في هذه الأمسية عن فرص أو حضوظ الانفتاح العربي فيما يقال أنه محاولة عربية رسمية ولو جاءت متأخرة لاستنقاذ العراق أيضا من المخالب الإيرانية وإرجاع إلى الدائرة العربية الطبيعية أو الحضن العربي لكن ذكرت أن الملف العراقي الآن أصبح مرتبطا ومترابطا بملفات أخرى في المنطقة كالملف السوري واليمني وما إلى ذلك وأيضا التعقيدات الصراع بين أمريكا وإيران هل يعني هذا أن العراق أو الملف العراقي سيطفى عليه مزيد من التعقيد مزيد من التأزيم وبالتالي فإن الأزمة أو أزمة العراق أيضا ستطول يعني بالارتباط الزمني مع أزمات أيضا في المنطقة يعني هناك أيضا لا نتوقع في المدى القريب ربما لم يكن حلا كاملا على أقل مؤشرات على الحل أو الانفراج لا أجد أي مؤشرات على الانفراج ونعم أتفق معك بأنه سيتأخر سيوضع على الرف لأنه الآن الحديث عن حل الأزمة الأمريكية الإيرانية وتوقعات الصدام بينهما فإذا منقضت هذه العاصف التي شغلتنا جميعا وما زالت تشغلنا إلى الآن سننتقل إلى موضوع المشكلة الخليجية متى تحسن متى تنتهي حتى ترجع الرؤية الجمعية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالقضايا جميعا وقضايا العراق تحديدا فإذا منتهينا من ذلك سنلتفت إلى موضوع اليمن وهكذا ملفات متعددة لها أولوية عند الإرادات الدولية والإقليمية والعربية قبل الملف العراقي الملف العراقي حالا مؤخرا ومؤجلا من الأمريكي ومن الإيراني ومن العربي لأنها معقدة أولا وثانيا لأنها الحالة الأولى الجرح الأول فهم يحتاجون الآن إلى لملمة الجراح إذا كان هناك من يلملم الجراح المتأخرة ثم يعودون أخيرا لهذا الموضوع ونقطة أخيرة أن ساحة الصراع الأساسية بين اللاعبين الأساسيين في الساحة الدولي الأمريكي والإقليم الإيراني في الساحة العراقية فأي تعرض لهذا الملف يقتضي فعلا ما على الأرض فعلا ماديا محسوسا وهذا لا تستطيعه دول إقليمية ولا عربية ولا تريده الدول الخارجية حتى الأمريكي والإيراني لا يريدون هكذا صدام لأن هذا الصدام تترتب عليه أشياء ممكن أن نتحدث عنها عندما يأتي أوامل حديث عن موضوع إيران الأمريكي نعم الشرط إلى أن الملف العراقي الآن متراجع وهناك ملفات أخرى متقدمة عليه سوريا اليمن ويعني الأزمة الخليجية وما إلى ذلك يعني هناك من يعلل أو حجته في هذا التراجع الملف العراقي هو بسبب ما يمكن تسميته بالاستقرار الأمن النسبي بعد انتهاء العراق مما سمي الحرب على الإرهاب والحرب على تنظيم الدولة وبالتالي فليس هناك من أسباب ليعطى الأولوية ويكون في الصدارة كما كان من عام 2003 والسنين متأخرة العراق الآن بهذا الوضع وضعه أفضل من وضع بقية بلدان المنطقة المستعرة هذا الكلام حقيقة نظري لأنه ما يسمى بالاستقرار الأمني هو استقرار ظاهري وهش وغير صحيح وغير دقيق نعم انتهت المعارك كما يسمونها ضد الإرهاب ولكن أين كانت هذه الإرادات قبل اندلاع هذه المعارك التأخر ليس وليد عام 2012 و13 و14 و15 وإلى الآن وإنما كانت هناك فترات هدوء نسبية كثيرة جدا تخللت الظروف الصعبة في العراق ومع ذلك كان الملف العراقي لا يعطى الأولوية ولا سيما بعد وضوع الربيع العربي نقطة أخرى العراق مر بحالات أمن نسبية أيضا ولكن كانت الأولوية موجهة إلى قضايا مستعرة في وقتها وكما قلنا قضية سوريا ثم قضية اليمن أمر ثالث المبرر الأمني هو مبرر ظاهري بمعنى ممكن أن يعتذر به الطرف السياسي هنا والطرف السياسي هناك وأن الأمور ليست بالخطورة المتصورة ولكن السياسي الحقيقي السياسي الواعي يعرف بأن الصورة الأمنية المستقرة في العراق التي يروج لها في الإعلام هي صورة غير مستقرة غير طبيعية شاذة إذا كان وجد استقرار أمني بشكل واسع وظاهر والناس تتحرك في الطرقات يوم أمس أعتقد متحدث باسم السفارة الأمريكية بس لا تسمح لي أكمل الفكرة لا تسمح لي أخو أبو محمد تفضل تفضل آسف ولكن هناك عدم استقرار سياسي في العملية السياسية نفسها إلى الآن الحكومة التي شكلت بعد الانتخابات هي حكومة ناقصة وإلى الآن في العرض الأخير للحالة في العراق مبعوثة الممتحدة بالأمس وإن أعطت بعض النقاط الإيجابية في حديثها عن موضوع الميليشيات ومنعها للناس من العودة النازحين وموضوع المكاتب الاقتصادية وموضوع تعدياتها على الناس وما إلى ذلك من جرائم تفعلها الميليشيات ولكن الصورة التي تعطيها بأن هناك صورة وردية وأن هناك حكومة وأن هناك نظام ديمقراطي ونظام سياسي قائم لكن واقع الحال هذا كله تزويغ لتغطية الفشل الذي حظيت به العملية السياسية التي لم تفلح حتى الآن في إيجاد حكومة كاملة فضلا عن مدى جدية هذه الحكومة في السعي لإنهاء كثير من الملفات الموجودة في الساحة فهناك واقع سياسي غير مستقر مؤذن بالإفجار في أي لحظة ثم أنا تساهل هنا وأستغرب هل أن تجول الناس في الشوارع وبقائم الأسعات متأخرة وسهرهم وحصول نوع من الأمن والطرقات وهو أمر الحمد لله نقول شيء جيد للمواطن حتى يتنفذ شيئا طيلة العقود طيلة السنوات الماضية كان هناك ضغط كبير وشديد عليه ولكن حالة الصراعات بين الميليشية حالة الانفلات الأمنة التي شهدناها الأسبوع الماضي في بعض محافظات العراق والصراع بين التيار الصدري وداخل التيار الصدري وخارج التيار الصدري حالة الخطف والابتزاز والقتل حالة عدم الأمن الاقتصادي حرق المحاصيل الزراعية قوة الناس قبل أيام كل هذه الأمور ألا تدل على أن هناك حالة في العراق تسمى حالة عدم الأمن الحقيقي أما أنه الناس تسهر إلى ساعة متأخرة والطرق أمنت إلى حد ما فأعتقد بأن هذا توصيف ظاهري توصيف سريع توصيف إعلامي توصيف دعائي وليس توصيفا حقيقيا لما يجري في العراق نعم أريد أن أذكر أنه التصريح للمتحدث باسم السفارة الأمريكية في بغداد يتحدث عن أنه تنظيم داعش ما زاله يشكله تهديدا حقيقيا للأمن في العراق على ذكر أيضا عدم الاستقرار السياسي وأزمة العملية السياسية والفشل دليل طيب إذا كانت هناك حالة استقرار إذا كان هناك حالة استقرار إذن كيف يكون داعش رجع مرة ثانية ويكون حالة استقرار هذا أيضا من عملية التسويق متى ما أرادوا التحجج بالأوضاع تغطية أوضاع سياسية وأوضاع فساد معينة يعاد شبح الداعش وما يسمى بالإرهاب وما إلى ذلك نعم تفضل حتى إحراق المحاصيل الزراعية والحنطة قد كيلت تهمته أيضا إلى تنظيم داعش أنه هو من قام بإحراق المحاصيل الزراعية على ذكر الصراع أيضا المحتدم بين شركاء العملية السياسية طبعا هناك يعني صراع الحقيقي إذا جاز التوصيف أنه صراع جزئي بين السياسي السنة هناك صراع مرير هناك تسقيط هناك تربص هناك استهداف والحقيقة يبدو أن هذا الصراع بين السياسية أو سنة العملية السياسية يعني فاق بقية الصراعات لشركاهم من التيارات الحزاب الشيعية أو الكردية لماذا هذا الصراع المرير بين السياسي السنة سنة العملية السياسية طبعا هذا أمر غير مستغرب وهو موجود منذ بداية العملية السياسية ولكنه ما كان ظاهرا بهذا الوضوح والوضوح المؤلم حقيقة والصراع بهذه الصورة الفجأ أساسا من يسمون بالسياسيين العرب السنة هم على هامش العملية السياسية وفق محددات وضوابط التوافق في العملية السياسية والنسبة المعروفة المعهودة لهم فهم يراد لهم أن يبقوا في المشهد بدون أن يؤثروا عليه يعطوه شيئا للشرعية أو المشروعية بدون أن يكونوا عاملا مؤثرا فيه وهذا ما حصل منذ بداية العملية السياسية وحتى اللحظة على الرغم من كل الدعاءات الذين دخلوا في العملية السياسية المخالفة لذلك ولكن كانت هناك في البداية قوة سياسية واحدة سنية دخلت في مجلس الحكوم ثم في الانتخابات الأولى والثانية والثانية والثالثة وما إلى ذلك ولكن بعد ذلك الأطراف المتنفذة الأطراف المسيطرة على الواقع السياسي في العراق وهي أطراف كما تعرفون طائفية ومدعومة من إيران رأت أنه ليس من مصلحتها أن يكون هناك أو أن تكون هناك جهة سياسية سنية واحدة لأنه قد هذه الجهة في مرحلة ما تتخذ موقفا يخالف أو يناقض ما تم الاتفاق عليه من توافقات في العملة السياسية قبل الاحتلال وبعد الاحتلال أضف إلى أن بعض الأطراف السنية رأت في هذه القوة السياسية السنية أنها انفردت بالساحة السياسية وأنها أساءت لأهل السنة وأنها لم تقدم لهم شيئا وأنها قدمت من التنازلات الكثير وأنها انشغلت بمصالح خاصة بعيدا عن واقع الناس وهذا كلام صحيح ولكن هل الذين دخلوا العملية السياسية لتغيير هذا الواقع عملوا بمقتضيات هذه الرؤية الصحيحة للأسف دخلوا ضمن إطار اللعبة ومحدداتها وأصبحوا كحال من انتقدوهم تماما من حيث تغليب المصالح الخاصة من حيث الفساد من حيث الولاء للعملية السياسية بعيدا عن الولاء للوطن ومن حيث الاستجابة لمحاورة الصراع في العملية السياسية وهكذا تكاثر هؤلاء ثم دخلوا في دوامة الاستبدال بمعنى أن الجيل فلاني الشخص الفلاني الحزب الفلاني دخل استفاد من العملية السياسية ينبغي أن تجري عملية التدوير فيدخل غيره وهكذا وستستمر هذه إلى سنوات إلى أن يستوفي الجميع حضوظهم من حضوظ العملية السياسية هذا طبعا سيخلق صراعات لأنه سيكون هناك تنافس هنا لعبت أطراف داخلية وأطراف إقليمية ودولية على هذا الموضوع وبدأت بعملية الاستقطاب السنة الآن في العملية السياسية مستقطبون جميعا ولذلك تجد أن المواقف اختلفت من كانت مواقفه إيجابية إلى عشر عشرين بالمئة الآن أصبحت تحت الصفر ومن كانت مواقفه سلبية أساسا حدث ولا حرج الآن بعد الأزمة الخليجية للأسف دخلت محاور الصراع الخليجي في العراق فرأينا إعادة ترتيب لصفوف السياسيين السنة وفق إرادات هذه الدولة وفق قناعات هذه الدولة وفق رغبة تلك الدولة وأحيانا وفق ما يعتقد أنها رغبة فأصبحنا الآن نرى السياسي السنة بدلا أن يكون صاحب قضية بدلا أن يكون صاحب موقف ويقول أنا أنأ بنفسي عن هذه الخلافات وأتجه على الأقل على الأقل لخدمة من انتخبني لخدمة المكون الذي يمثله نرهم الآن نصبح على يمين العملية السياسية وعلى يسارها جزء في المحور الإيراني وجزء في المحور الأمريكي وطبيعي الصراع ينبغي أن ينشب بينهم أما الصراع على موضوع المناصب سواء كان في مجلس ما يسمى بمجلس النواب أو المجالس المحلية فحدث ولا حرج ونقطة أخيرة نعم كانت هناك قوة سياسية سنية واحدة في إطار حزب ثم أصبحت قوة عديدة أحزاب تجمعات منظمات صحوات حشود مستقلون وهكذا الآن هناك أنواع متعددة من السياسيين السنة في العملية السياسية وبدأنا الآن وللأسف يعني رمضان شهر الخير وشهر البركة وشهر التقرب إلى الله أصبحت لياليه هي منصات للتشهير أصبحت منصات للصراع بين هؤلاء السياسيين السنة كل واحد منهم يرمي الآخر بتهمه وكل واحد منهم يرمي الآخر بصفة وهكذا أصبحوا موضع تندر وموضع استخفاف واستهزاء من الجميع في العراق وخارج العراق نعم يعني دكتور برغم كل ما تفضلت بي عن واقع السياسيين السنة في العملية السياسية وفي طبعا لقاء قبل عدة أيام بأحد شركاء العملية السياسية وكأنه يرفض مثل هذا الكلام قال أن الأحزاب الإسلامية ما زالت هي الأحزاب الأقوى والأكثر قبولا وتأييدا من قبل الشارع في العراق لأنه ليس هناك من بديل عن هذه الأحزاب التي راكمت من تجربة سياسية على مدى 16 سنة لا زال الشارع عينه ترنوا إلى هذه الأحزاب الأحزاب الإسلامية بين قوسين نعم أولا أنا أعترض على التوصيف الدارج في وسائل الإعلام أن هناك أحزاب إسلامية وأحزاب غير إسلامية وأن الأحزاب الإسلامية مهيمنة وما إلى ذلك نعم لما؟ لأن الأحزاب التي توافقت على احتلال العراق واجتمعت في مؤتمر لندن سواء كان اجتمعت بجسمها ورسمها وإسمها أو توافقت معه بطريقة أو أخرى ثم في مؤتمر صلاح الدين اتفقوا على صياغ معين العملية السياسية ومن أهم النقاط التي اتفقوا عليها أن لا يكون هناك نظام إسلامي في العراق بمعنى نظام علماني وكانت الكلمة العليا لمنظمي ومنظري ومرتبي هذا التوجه وصحاب الأحزاب غير الإسلامية وأنا أذكر أن هناك يعني بعض الأطراف الإسلامية رفضت علناً احتلال العراق ولكنها تعاملت مع الاحتلال وجاءت مع الاحتلال فأصبحت شريكة فإذن الأحزاب التي جاءت مع الاحتلال بهذا التوصيف أو الأحزاب التي رضيت بالعمل مع الاحتلال إسلامية كانت أو غير إسلامية شريكة في ذلك أما أن نقول الآن أن الأحزاب الإسلامية الطائفية من كل الجانبين السني والشيعي مهيمنة على المشهد السياسي فنعم إلى حد كبير ولكن هل الشارع يرضى بها ابتداءً أبدئياً قناعةً بها؟ وأتفق مع الشخص في هذه الجزئية فقط الذي ذكرته السياسي أنه يقول أنه لا يوجد خيار نعم لا يوجد خيار آخر لأنه هذه قواعد العملية السياسية إذن قبول الناس بالخيار الموجود لأنه لا يوجد خيار آخر لا يعد قبولاً يضحك على نفسه من يعتقد هذا الأمر ولكني أقول أخيراً هذا يتحدث عن أتباع هذه الأحزاب الجهات المستفيدة من هذه الأحزاب ميليشيات هذه الأحزاب حشود هذه الأحزاب هي المستفيدة وهي المتشبثة بهذه الأحزاب وإلا الشارع الآن ولا أحتاج إلى شواهد الشارع العراقي من شماله إلى جنوبه على مدى سنوات عبر عن رفضه للواقع السياسي وعن رفضه لهذه الأحزاب سنيها وشيعيها والأصوات الآن أصبحت عالية ولا يمكن حجبها أبداً وما تظاهرات الإخوة في جنوب العراق منذ سنوات إلا دليل قاطع على ذلك وما جرى في الانتخابات التشريعية الأخيرة من مقاطعة 83% ممن يحق لهم التصويت ربما كان استطلاع للرأي أو استفتاء الحقيقة على هذا هذا مظهر مظهر هذا الرفض مظهر من هذا الرفض مظهر هذا الرفض إذن نستأذن من فضيلة الأمين العام دكتور مثنى حارث الضاري ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لإكمال هذا الحوار مع فضيلة الأمين العام لهيات علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري في هذه الأمسية الرمضانية ابقوا معنا يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 10730 أفقي إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الأمسية الرمضانية التي نستضيف فيها فضيلة الأمين العام لهيات علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري دكتور قبل الفاصل كنا نتحدث عن العملية السياسية عن محدداتها وضوابطها والأحزاب التي رضيت بهذه القواعد والعمل والالتحاق بها وطبعا منها الأحزاب أو السياسيين أو التيارات السنية حجة من التحق بالعملية السياسية برغم يعني برغم ما أثير حولها وأنها نتيجة الاحتلال وما إلى ذلك أن الحجة وكما جاء أيضا في على لسان أحد شركاء العملية السياسية مؤخرا أن المرحلة الجديدة في العراق ما بعد 2003 هي مرحلة بناء الدولة الحديثة وليس مناسبا ولا مقبولا أن يتخلف العرب السنة عن هذه المشاركة الإيجابية وأن يكونوا جزءا من هذا الواقع السياسي الجديد في العراق هذا واقع جديد حصل لا يمكن الرجوع إلى ما قبل عام 2003 وبالتالي إذا أردنا أن نكون موجودين علينا أن نشارك في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ العراق وهي مرحلة بناء الدولة الحديثة هذا الحديث مبني على ما يسمونه بالواقعية السياسية ولا أحد يتعارض مع هذا الكلام إذا كان هناك فعلا بناء لدولة جديدة ولعهد جديد ولمرحلة جديدة ومن الخطأ أن يتأخر أحد أو يقاطع أحد أو لا يواكب أحد المشاركة السياسية لعادة بناء وطنه من جديد ولكن هناك قطع في هذا الكلام هناك نوع من التدليس العهد الجديد الذي يتحدث عنه والمرحلة الجديدة وبناء الدولة هي بعبارة أخرى هدم دولة على الأسس ثم إعادة ترتيب وتصنيع وفق رؤية خارجية ليست رؤية بناء الوطن قائمة على أساس احتلال خارجي وقائمة على أساس إعادة تركيب البلد على أسس طائفية وعرقية وتخريب النسيج الاجتماعي وهدم كل المكتسبات التي كرت موجودة قبل حالة الاحتلال الذي أفهمه بأن يكون هناك بناء وتراكم على ما تقدم وأن يكون هناك تعاون بين أبناء جميع البلد وفق مسودة عقد اجتماعي أو عفواً وفق عقد اجتماعي يقبل به الجميع ويتوافقون عليه أما آتي بجزمة المحتل وأثرد خياراً وواقعاً لا أرضى به لوطني ولنفسي ولديني ولمذهبي ولكل ما أقتنع به ثم يراد مني رغماً عني أن أقبل به وأقول هذه إعادة بناء لا الواجف في ذلك الوقت ألا أشارك في هذا الذي يسمونه بناء وهو في الحقيقة هدم وليس بناء هذا واحد ثانياً هذا هو الخطاب التدليسي وأقولها بكل صراحة وبكل وضوح ولكني أسأل هذا السياسي على العين وعالرأس سنوافق على هذا الكلام ستة عشر عاماً بعد بدء هذه المرحلة ماذا حققتم؟ أين أنتم؟ أين مظاهر البناء؟ أين مظاهر الوحدة الوطنية؟ أين مظاهر العقد السياسي الجديد الذي ينبغي أن لا يتراجع أو لا يتوانى أحد عن المشاركة فيه؟ أين حجمكم؟ أنتم أنفسكم يا من تتحدثون في مشاركتكم الأولى والثانية في العملية السياسية وحجمكم الحقيقي الآن هل أنتم الآن بنفس القوة والرأي والوحدة في القرار وما إلى ذلك كما كنتم في البداية؟ هل من تمثلونهم بنفس الأوضاع والظروف؟ هل ما جرى في العراق من حروب بعد الاحتلال وإلى الآن كانت في واردكم وفي مخططكم لإعادة بناء الدولة؟ ثم ما هي المعايير التي يمكن أن نقيم عليها بناء الدولة؟ فلنتفق بناء دولة؟ طيب نعرض أنفسنا الآن على المعايير الدولية ماذا تقول المعايير الدولية؟ من المستوى السياسي للاقتصادي للثقافي للاجتماعي لي 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 ألسنا الآن في آخر القوائم الدولية؟ أيقبل بهذه المعايير حكما بيننا وبينهم أم لا يقبل؟ نعم رغما عنه يجب أن يقبل ولكن هناك نوع من الخطاب العام الذي يتحدث بأسلوب نظري وكأنه انقطع من الزمان ويتحدث بنفس السنة التي دخل فيها الاحتلال في عام 2003 هذه وعود ما قبل الاحتلال ووعود ما بعد الاحتلال بفترة قصيرة أما الآن فالواقع مختلف ولكن يبدو أن بعضهم للأسف عنده عمى ألوان أو تعود الحديث بالوعود والأمنيات ونقطة أخيرة كل من يتحدث بهذا الحديث للأسف ويبقى مسرا عليه إلى هذه اللحظة ليس سياسيا حقيقيا لأن السياسة الحقيقة كانوا يقولون لنا السياسة ليس فيها أسود وأبيض يا جماعة يا هاية علماء المسلمين السياسة ينبغي أن تكون هناك منطقة رماضية نتحرك فيها وإذا بهم الآن أما يلتزمون السواد أو يلتزمون البياض أنا أحاكمهم إلى هذه المعايير السياسية وأختم من يتحدث بهذا الحديث هو مقتنع تمام الاقتناع وراضي تمام الرضا بالواقع الذي وصلنا إليه وعليه لا يمكن أن يكون شاهدا وحكما ودالا ومعيارا على ما هو الموقف الصحيح وما هو الوقف السليم ومثال بسيط أو يسير جدا هل هذا السياسي الذي يتحدث بهذا المنطق ما زال هو وكل من معه في حزبها وقوته السياسية يتحدثون بهذا المنطق ألم يختلفوا ألم يتفرقوا ألم يصبحوا تيارات ألم يتنازل بعضهم حتى عن إسلاميته ولبس لبوسة المدنية كما يقول الآن نعم سأضع نفسي مكان هذا السياسي حتى أرد لأنه ما موجود هذه المرحلة التي تحدث عنها من مرحلة بناء الدولة دكتور لم تكن مرحلة وردية معبدة الطرق وجهت هذه المرحلة بعد عام 2003 بتحديات كبيرة المقاومة الوطنية واجهت هذا الوضع هناك ما يسمى الإرهاب هناك التدخلات الخارجية أقليمية ودولية هناك قوة احتلال بـ 200 ألف جندي هذه الملفات كانت تتطلب أن ينتهى منها قبل أن يسار أو يدفع في مرحلة بناء الدولة أو تقطع الأقل أشوار هذه التحديات حتى لو سمعوك الآن سيجابهنك بهذه الحجج أين كانت هذه التحديات وهذه الملفات في بداية الاحتلال؟ لا كانت في بالهم ولا كانت في تصوراتهم وقلنا لهم بأنه سنقدم على مراحل كبيرة جدا وكانوا يقولون لا الظروف كل الظروف كل المؤشرات تقول بأننا سنمضي لما نريد طيب جاء الظروف وملفات وحصلت كما يقولون صفحة الإرهاب كما يسمونها ولا يسمونها المقاومة ثم حدث صفحات بعدها صفحة الإرهاب الثانية وصفحة الإرهاب الثالثة واخذ هكذا صفحات ستة عشر عاما طيب الآن يقولون انتصرنا على الإرهاب ما هي؟ فلنتفق معهم إلى هذه المرحلة كانوا مجغولين الجماعة شغلوا وهذا عذر الحكومات طبعا متعاكم الاحتلال إلى الآن كانوا قبل يقولون بأنه التركة كبيرة من زمن صدام حسين طيب انتهينا صار 16 عام بعد ذلك قالوا تحديات الإرهاب طيب انتهينا من الإرهاب الآن لا نريد منكم حلا سحريا الآن ابنوا لنا دولة ما هي معالم بناء الدولة القادمة أثبتوا لنا أن هناك نظام سياسي صحيح في العراق أكملوا حكومتكم الناقصة أجيبوا عن كثير من التساؤلات التي في أذهان الناس أقضوا على كثير من المشاكل الجانبية الحاصلة أظهروا لنا نتائج التحقيق في كثير من الجرائم التي جرت في العراق ثم بعد ذلك أثبتوا لنا حسن نوايا كل من دخل الحكومة وقبلها مجلس النواب وأن جميع هؤلاء الذين دخلوا في إطار العملية السياسية جادون حقيقة في بناء الدولة وخيرا أخرجوا لنا من دائرة التحالفات والضغوطات والولاءات الإقليمية والدولية اعملوا للعراق بعيدا عن الملفات الأخرى أنا لا أقبل أنه سياسي بغض النظر الموقفي منه الآن يوضع على المنصة الآن ويقال له أنت مع أمريكا ومع إيران سياسي سياسي عراقي وطني هو يقول عن نفسي هكذا كل الموجودين يقول أننا سياسيين وعراقيين ووطنيين طيب عندما يسأل هل أنت مع إيران ومع أمريكا ماذا تتوقع من جواب سياسي وطني عراقي للأسف بعضهم يقول أنا مع فلان وأنا مع فلان إذن هم ينفذون سياسات خارجية دولية وإقليمية في العراق ولا يسعون لبناء الدولة وأختم في هذه الجزئية تحديدا وأقول الذي يريد أن يبني الدولة لا يعمل وفق عقلية السارق للدولة الطارئ للدولة المستفيد من الدولة الذي يرتب وضعه من أجل أن يخرج من هذا البلد في أي لحظة تتطلب المحافظة على سلامته كما فعل كثيرون وإذا نفتح السجل الآن عشرات من السياسيين من بنات الدولة أين هم الآن لماذا اختفوا من الساحة العراقية لماذا لا يعيشون أصلا في العراق مع أنهم مع العملية السياسية ومع النظام السياسي مجرد تساول نعم دكتور الآن ثمت صراع بين الولايات المتحدة وإيران على الأقل بصوره السياسية والإعلامية والاقتصادية وثمت من يتحدث أو يتوقع أن ربما هذا الصراع يتطور إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين الولايات المتحدة وإيران هم لاعبان رئيسيان في العراق منذ عام 2003 إلى اليوم لاعبان أساسيان في ملفات عديدة سياسية وأمنية وغيرها العراق الآن أين يقف في دائرة أو في خضم هذا الصراع؟ هل له دور ما؟ هل هو في دور الفاعل المفعول به؟ النائب نفسه؟ أين يقف من هذا الصراع العراق الحالي؟ إذا استعرنا لغة اللغة كما قلت هل هو فاعل أم مفعول فيه؟ أقول لك العراق ليس فاعلاً هو نائب فاعل ممكن هو مفعول به أكيد هو مفعول فيه مؤكد ولكنه أبداً لن يكون مفعولاً لأجله لأن الفعل هنا ليس لأجل العراق وإنما لأجل إيران أو أمريكا هذا أولاً ثانياً العراق ابتلي بالجوار الإيراني وابتلي بالاحتلال الأمريكي وابتلي الآن بالصراع بينهما وابتلي بالخذلان العربي والإقليمي والدولي ولكن علينا أن نتوقع كل شيء يخطئ من يقول لن يحدث هذا أو سيحدث هذا نترك القناعات الشخصية القائمة على أساس المتابعة والحدث وما إلى ذلك علينا أن نتوقع كل شيء ولكن من وجهة نظري ممكن أن أنظر إلى الموضوع من الزوايا الآتية هناك أربع وجهات نظر فيما يتعلق بالصراع الأمريكي الإيراني في العراق وجهة نظر أولى حزمت أمرها وهي مع إيران قلباً وقالباً شاءت أم أبت ولاءً مذهبياً عقدياً سياسياً مصلحياً بناءً على طلب من جهة أو غيرها المهم حزمت أمرها مع إيران أعلنت هذا أو لم تعلن وجهة الثانية مع أمريكا أيضاً وفق الاعتبارات التي ذكرت قبل قليل أعلنت أو لم تعلن الآن كثير من الأمور تكشف بدون إعلام الجانب الثاني أو زاوية النظر الثانية يقول أنا لست مع إيران ولست مع أمريكا إيران ظالمة وأمريكا ظالمة وأنا ضد الاثنين والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يصدم الاثنين ببعضهما يضرب الظالم بالظالم كما يقولون وهذا خيار قائم على أساس العاطفة نعم أمريكا ظالمة وإيران ظالمة ونتمنى لكل ظالم أن يقسمه الله سبحانه وتعالى وأن يخلص العالم جميعاً والعراق خصوصاً من شره ولكن إذا استدمت أمريكا بإيران أو إيران بأمريكا أين سيكون هذا الاصطدام فإذا لن نسلم يضرب الظالم بالظالم لن نسلم وجهة النظر الرابعة تقول بأنه أمريكا ظالمة وإيران ظالمة والصراع بينهما سيؤثر بلا شك وسيضر المنطقة جميعاً والعراق تحديداً لأن ساحة الصراع الأساسية بين هذين الطرفين الساحة الميدان الأرض الاستدام الحسي الحقيقي استدام القوات بالقوات أين سيكون؟ نعم على قطعة الأرض المتصلة التي فيها وجود إيراني ووجود أمريكا أين هي هذه؟ العراق إذن استدم الأمريكان والإيرانيون في العراق ستكون العاقبة كبيرة جداً على العراقيين جميعاً العراق إلى الآن في حالة حرب مستمرة منذ الاحتلال وحتى اللحظة فما بالك بصراع بين دولتين بين محورين بين تيارين بين عدوين على أرضه سيكون العراق هو مادة هذه المعركة وقود هذه المعركة سلاح هذه المعركة وستنهار الدولة التي يتحدث عنها بعضهم أمر آخر نعم وجهة النظر الرابعة هذه تقول أيضاً أنه حتى إذا لم يحدث صراع تم تلافي الأمور وحسم الأمر سياسياً وأنا أميلي إلى وجهة النظر هذه وأقول الصراع سياسي بالدرجة الأولى وترامب كما سمعنا قبل أيام سيغزو إيران اقتصادياً وإيران لا تريد الحرب وإن كانت تدعي هذه سياسة تحاول أن تدفع عن نفسها بإظهار مظاهر القوة وأمريكا كذلك تفعل ولكن كلا الطرفين غير راغب نعم غير راغب بالمعركة الآن نعم غير راغب طيب إذا انتهت الأمور عفواً إذا انتهت الأمور بهذه الصيغة من الذي سيتأذى أكثر؟ معناه إذا لم تقم حرب بين أمريكا وإيران أن إيران ستخرج إلى حد ما منتصره كما سيقول إعلامها والموالون لها طيب إيران ستهيمن ستظهر معالم وعلائم هذا النصر أين ستظهرها؟ ستظهرها بتجديد قبضتها وهيمنتها على ساحة المعركة الأساسية العراق إذن في حالة استدامهما وحربهما نحن الخاسرون وفي حالة عدم استدامهما نحن أيضا الخاسرون نعم لكن إيران الآن تخنق اقتصادياً صادراتها النفطية انخفضت من 2.5 مليونين ونصف المليون برميل في شهر نيسان إلى أقل من 500 ألف برميل يومياً قد يؤدي هذا الخنق الاقتصادي إلى حالة من الانفجار قد يعني تبحث إيران عن مخرج وقد تطور الأمور إلى مواجهة عسكرية من يحكم العراق الآن يهيمن عليه سياسياً وأمنياً هي الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة ماذا لو قادت أو كانت هذه الميليشيات ظهيراً عسكرياً في صدام عسكري في حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق هو الساحة الأبرز وفق كل التحليلات ومنها طبعاً ما تفضلت به جنابك الكريم ماذا لو أخذت الميليشيات العراق إلى الخندق الإيراني في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني حتى في المواجهة السياسية والاقتصادية أن يوضع أو يزج بالعراق في أتوني هذا الصراع ما هو السيناريو المتخيل كيف الوضع سيتخيل ويتصور في العراق هذا ما تحدثت عنه هذا ما نخشاه من الطبيعي جداً تكون هذه الميليشيات في الصف الإيراني وأنها ستكون رئيس حربة إيران في العراق ولكن بالله عليك هذه الميليشيات ستستهدف من ستستهدف القوات الأمريكية في العراق كم عدد القوات الأمريكية في العراق أين هي قواعد القوات الأمريكية في العراق من الذين يؤيدون التيار الأمريكي واللوب الأمريكي والوجود الأمريكي وجهة النظر الأمريكية السائد في أوساط هذه الميليشيات أن السنة العرب هما مع أمريكا إذن ستكون جبهة الميليشيات ليست الجنود الأمريكان وإنما ستكون المناطق والمحافظات الغربية أقولها بكل صراحة بحجة أنهم حلفاء للأمريكان كما كانوا يتهمونهم بأنهم حلفاء لتنظيم الدولة داعش هذا أولا ثانيا الحصار الاقتصادي الأمريكي على إيران حقيقي هذا أمر لا يشك فيه أحد وهناك حالة عداء أمريكية إيرانية حقيقية من الناحية السياسية ليس من الناحية الثقافية والحضارية هم متقاربون في هذا الجانب كثيرا ولكن إيران دولة لها تأثير في منطقة مهمة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتهدد مصالح الكيان الصهيوني فمن الطبيعي جدا أن لا يكون هناك وفاق سياسي أن يكون نوع من حالة الصراع السياسي بينهما ولكن أن تصل الأمور إلى حالة الحرب أو إلى حالة الخنق الاقتصادي لإيران أقول لك هذا إن تحقق فسيكون على مديات طويلة لن ينفع فيها لا التحليل ولا التعويل ولا التمنيه لأنه الصراع الأمريكي الإيراني محكوم من وجهة النظر الأمريكية بالآتي أولا أمريكا لن تفرط في منطقة الشرق الأوسط كما يسمونها باعتبارها منطقة استراتيجية كما يقولون فوق الإقليمية ليست إقليمية فقط وهي من مناطق النفوذ الأمريكي المهمة في العالم ومرتكزات السياسة الأمريكية في هذه المنطقة تقوم أولا على المحافظة على الاحتياط النفطي أولا وثانيا الممرات المائية المهمة في هذه المنطقة وثالثا تأمين أمن الكيان الصهيوني وما صفقة القرن إلا هي وصفة جديدة تؤمن هذه الأشياء الثلاثة بأسلوب أو آخر فأمريكا تحتاج إيران لتمرين هذه الصفقة دكتور سنتطرق أيضا فقط سؤال قبل أن ننتقل إلى قضية صفقة القرن وتأثيراتها أو الصراع الأمريكي الإيراني وتأثيراتها على الصفقة الحكومة تعهدت أن لن يكون العراق ولن يسمح أن يكون العراق منصة لإيذاء أي من دول الجوار باختصار هل تستطيع الحكومة أن تفي بهذا التعهد؟ أي حكومة هذه؟ الحكومة في العراق يعني سأقول لك يا بالعامي من كل عقلك هل توجد حكومة في العراق تستطيع أن تفي بهذا التعهد؟ نعم هذه نقطة الموسم المهم نعود إلى حديثنا نعم تفضل فإذن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفرط أبدا بالظرف المناسب الذي تلعبه إيران منذ عهد الشاه وحتى عهد ما يسمى بالثورة الإسلامية نعم في الضغط على المنطقة على الخليج على دول المنطقة والخليج على إشغالها وجرها من ساحة الصراع العربي الصهيوني إلى ساحة صراع عربي إيراني نعم هذه المشاغلة أدت نتائج كبيرة وعظيمة لأمريكا وللكيان الصهيوني نعم وشغلت المنطقة وشتتت الجهود فالحصار الأمريكي الآن يقول نحن نحاصر إيران ولكن بالطريقة التي لا تؤدي إلى خروج إيران من معادلة اللعف المنطقة لما؟ لأنه إيران إذا ضغط عليها إيران نمر من ورق أقولها لكم بكل صراحة نعم هي أوسع وأكبر وقدرات أكثر من العراق ولديها سواحل كبيرة جدا ولديها 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 ولكن ولم تخذ حربا منذ سنوات طويلة فأي مرتاحة ولكن من يعرف بواطن الأمور وأظن هذه الأمور ليست خفية في عالمنا المعاصر الآن إيران نمر من ورق حصار بنسبة 20% من حصار العراق في التسعينات سيودي إلى انهيار إيران ألا تعي أمريكا ذلك؟ طبعا تعي ذلك ولكن لماذا هي حصار ومن نوع التربيت على الأكتاف الإيرانية لأنها لا تريد لإيران أن تنهار وتخرج بالمعادلة لا تريد لإيران أن تنقسم أي ضغط أكبر من المعدل الذي تمارسه الولايات المتحدة سيؤدي إلى انهيار إيران وتقسيمها وخروجها كعامل ضغط على العرب من جد تقرب من الكان الصهيوني والرئيس الأمريكي الأسبق كارتر قالها قبل سنوات وموجود اللقاء على اليوتيوب لمن أراد أن يشاهد يقول نحن نعمل ونخشى من تفكك إيران وكنا نعمل على الرغم من خلافنا معنا على البقاء على إيران موحدة لأن إيران موحدة تقودها الفئة السياسية الحالية هي في مصلحة أمريكا وإلا إذا انقسمت إيران سيخرج منها على الأقل أقلية كبيرة جدا في إيران وهي الأقلية السنية التي توازي عدد سكان دول مجلس التعاون دول الخليج العربي كاملة عدد السعودية وتوازي عدد سكان المملكة العربية السعودية هذه الأقلية بمختلف تشكلاتها الكردية البلوشية اللورية العربية وما إلى ذلك كتلة غير محسوبة مجتمعات غير منسجمة مع الرؤية الأمريكية والرؤية الإيرانية في المنطقة مجتمعات مشبعة بالروح الدينية والمبدئية وعامل أساسي في إدامة الروح ضد روح الصمود والتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية إذن هذا عامل غير محسوب سيفجر الأوضاع في منطقة مخزون النفط الكبير الذي تحرص أمريكا عليه منطقة الممرات الدولية وأيضا تشكيل خطر على الكيان الصيوني فأمريكا أخي الكريم تضغط على إيران بهدوء وليست مستعجلة لأن هذا الضغط الهادئ سيوفر للولايات المتحدة الأمريكية مصدر مالي كبير جدا من خلال ابتزاز دول المنطقة بحجة حمايتها من إيران وهنا فقط تمثيل بما أنه نحن في رمضان اعتادت وفود الجمعيات والمراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا وأنحاء العالم جميعا في كل موسم رمضان في الثماني سبعينات والثمانيات والتسعينات أن تقدم إلى منطقة الخليج إلى دول الخليج الغنية من أجهة جمع التبرعات والزكوات لإدامة عمل المراكز الإسلامية هناك وهذا خلق حالة صحة الإسلامية كبيرة وعظيمة بفضل هذه الجهود وهذه الأموال وفجأة الولايات المتحدة الأمريكية تحت سياسة عنواء أو عنوان تجفيف منابع الإرهاب أغلقت أولا ونظمة الحرمين السعودية المعروفة ثم بعد ذلك كرت السبحة على كثير من المنظمات والعمل الإغاثي والعمل الدعوي الإسلامي فجففت المنابع كان المظمون أن تجفيف المنابع وفق سياستها في التصدي لما تسميه الإرهاب هي جففت المنابع من أجل أن تعود هي في مواسم حج رمضانية وغير رمضانية لابتزاز هذه الدول وأفضل وسيلة لابتزاز هذه الدول الآن هي تخويفها من إيران والحرب المتوقع أن تقع وأنت ترى الآن تتابع في وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي أن الناس مندفعة بشكل عاطفي كبير جدا لتخليص نفسها من واقع سيء ومن ظلم ومن هيمنة ومن حالة عداء إيرانية مستحكمة وتدخل في الملفات العربية تريد أن تلقي بنفسها في الحظن الأمريكي الذي يبتزها ليلا ونهارا دكتور في الدقائق الأربعة الأخيرة من هذه الأمسية الرمضانية هل ثمت رابط بين الصراع الأمريكي الإيراني وقضية ما يسمى أعلاميا صفقة القرن أو خطة السلام الأمريكية التي أعلنها كاشنر أنه ستعلن بعد رمضان هل ثمت رابط هل ثمت علاقة بين القضيتين نعم ترابط قوي جدا لأنه حدثت متغيرات سريعة في المنطقة منذ سنوات وبدأت حالة العداء بين الأنظمة الرسمية الموجودة في المنطقة والكيان الصهيوني تخف وبدأت مراحل كثيرة من التطبيع للأسف وشهدنا منها نماذج ما كنا نتوقع أنه سنشهدها في أيامنا الولايات المتحدة الأمريكية تريد لهذه الحالة أن تتسرح تريد أن تنهي هذه الملفات أولا تستفيد من التغطية العامة هذه تحت غطاء الصراع الأمريكي الإيراني للمشاكل في المنطقة تمرر هذه القضية أولا وثانيا هي تضغط في هذا الاتجاه وتخوه موضوع إيران وتدعي أنها ستحارب إيران من أجل المنطقة وغيرها مقابل ذلك كبرت حالة العداء لإيران في ذهنية كثير من المسلمين والعرب الآن بفعل الأنظمة السياسية في مقابل أنه قلت حالة العداء هذه عند بعض الجهات السياسية والجهات المساندة لها هم يحاولون الآن خلق عدو آخر ضد نوعي للكيان الصهيوني وهي حالة إيران نعم إيران ظالمة إيران احتلت المنطقة وإيران تدخلت في مشاكل المنطقة وقد يكون ضررها الحس المادي الواقع على أهل المنطقة الآن أكثر من الضرر الأمريكي على سبيل المثال ولكن واقع الحال يقول بأنها محاولة خبيثة جدا لإشغالنا بعدو ليس وهميا عدو حقيقي ولكن إشغالنا به في هذه المرحلة من أجل تمرير مخطط ألا وهو صفقة القرن وما زالت الحمد لله إلى الآن هناك حالات رفض كبيرة جدا سياسية وشعبية ونفسية وما إلى ذلك لهذه الصفقة ولكن الأمور لا تجري وفق التمنيات وللأماني القادم للأسف أسوأ وحالة الصراع لأمريكي الإيران هي المظهر أو الصورة الظاهرة وحالة إقرار صفقة القرن للأسف هي الحالة غير الظاهرة كل من لا يفكر بهذا الاتجاه أعتقد عليه أن يعيد النظر هذه المعركة المعلنة إيران أمريكا والمعركة غير المعلنة هي معركة العرب والمسلمين جميعا مع الكيان الصهيوني شكرا دكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين والذي كان معنا في هذه الأمسية الرمضانية تطرقنا فيها إلى الأوضاع العامة في العراق وإلى بعض أوضاع المنطقة أيضا لنا أمسية رمضانية أخرى إن شاء الله في يوم الجمعة في العاشرة مساء بتوقيت بغداد حتى ذلك الحين في أمان الله